ما الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال واختار منها أربعة عظم شأنها وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم قال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات وأن يكثر فيها من الصالحات ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب قال الإمام النووي هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم السابع والعشرين والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج قال الحافظ ابن حجر لم يرد في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع قال تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ